أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي كل عام وأنتم بخير النهاردة بفضل الله نحن على موعد مع درس من دروس القواعد النحوية وهو درس يسمى اسماء الأفعال أو اسم الفعل طبعا الدرس ده أبنائي محتاج مننا شوية تركيز شوية نحتاج مننا إن إحنا نقدر نفرق ما بين الاسم وما بين الفعل ونبدأ كده نسمى الله سبحانه وتعالى ونعرف إيه الفرق بين الاسم والفعل بسم الله الرحمن الرحيم عندي أسماء الأفعال يعني إيه اسم الفعل يا بلد إحنا الهدف من الدرس بتاعنا النهاردة إيه إحنا عاوزين نتعرف أسماء الأفعال وأقصى ما عاوزين نستخدم أسماء الأفعال دي في التعبير وفي القراءة بتاعتنا عاوزين نستخرج أسماء الأفعال المختلفة في أي وقت عاوزين برضو نحدد أنواع أسماء الأفعال وإزاي نعربها وإزاي نعرب الاسم اللي بعدها تركزين دي اسمها نواتج التعلم عاوزين نعرف تعريف أسماء الأفعال يعني إيه اسم فعل اسم فعل يا أولاد يعني هو بيدل على ما تدل عليه صياغ الأفعال يعني زمن الفعل سواء كموضي أو مضارع أو أمر ولكن يا أولاد لا يقبل أي علامة من علامات الفعل طيب واحد يقول لي طيب هي أي علامات الفعل يا أستاذ يعني مثلا الفعل مجزوم مع علامة الجزم السكون اسم الفعل لا يجزم بالسكون فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم لا لا يرفع بالضم أسماء الأفعال نفسها بتقبل لم ولن لا أسماء الأفعال ما تقبلش يبقى هو بياخد من الفعل الزمن فقط ولكن يأخذ من الاسم العلامات الأخرى فلو جينا نبص مع بعض وركزنا مع بعض هللا أن اسم الفعل واخد من الفعل الزمن ولكنه لا يقبل أي علامة من علامات الفعل نقطة لبعد كده عاوزين نتكلم عن أنواع أسماء الأفعال باختصار كده مع بعض عندنا اسم فعل ماضي زي إيه يا أولاد زي شتان وهيهات وسرعان فبدأ يا أستاذ وأنا أحفظه إزاي أنا أفهمه إزاي هقول لك سؤال هو أنت لما بتاخد تروح تحضر درس إنجليش أول حاجة بتعملها إيه؟ بتاخد كلمات وبعد ما بتاخد الكلمات بتعرف زمن الكلمات وبعد ما تعرف زمن الكلمات بتعرف معنى هذه الكلمة وبعد كده وظيفتها إيه في الجملة؟ فإحنا النهاردة هناخد أسماء الأفعال كأننا بنحضر درس الإيه إنجليش كده هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد وشتان اسم فعل ماضي بمعنى افترق وسرعان اسم فعل ماضي بمعنى صرع كذلك عندنا اسم فعل مضارة يعني هو بيدل على زمن المضارة ولكنه لا يقبل أي علامة من علامات المضارة زيه يا مستاذ عندي أف زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما فأفن هنا أبنائي يعني أتدجر أنا متدايق أغضب وده فعل مضارة وي بمعنى أعجب اسم فعل مضارة واهن طخن أو واهو آهم كل دي أسماء أفعال مضارة هناخدها دلوقتي مع بعض بالتفصيل فعل أمره ده كتير جدا 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 زي صح وآمين وحي على الصلاة وبل بمعنى أطرق وكف ما بمعنى كف عن الكلام أما بل بمعنى أطرق وإيه وهلم وهي وتعالى وهاتي كل دي أسماء أفعال أمر وبص مع بعض يا أولاد عاوزكوا تركزوا معايا بقى جدا 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 في اللي هقولكوا عليه دلوقتي في عندي أسماء أفعال سماعية يعني يا أستاذ جمود واشتقاق يعني أسماء أفعال سماعية يعني إحنا يا أولاد سمعناها من العرب كده يعني العرب لما جات نطقت هايهات نطقتها كده وإحنا بننطق معاهم هايهات بالسماع يعني مفيش قاعدة إحنا ماشيين عليها صريحة إحنا كل اللي شغالين عليه بالسماع فقط لا غير أما بعد كده في عندي أسماء أفعال قياسية زي إيه أسماء أفعال قياسية بصوا معايا كده دي بقى يا أولاد بتعتمد على قاعدة يعني عندك وزن فعال بفتح الفاء وكسر اللام ده بنقيس عليه أي اسم فعل يعني تحت حزارم بمعنى إحزر نزالم بمعنى أنزل تراكم بمعنى أترك فدي اسماء أفعال قياسية يبقى إحنا اتفقنا مع بعض دلوقتي أبنائي وبنادي إن أنا عندي اسم فعل قياسي واسم فعل سماعي لسه ما أسمناش ده أول تأسيم عندنا عاوزكم تركزوا كده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وركزوا معايا كده اسماء أفعال سماعي ما سبق من أسماء الأفعال يعني سماعي بغدو بسماع العرب دون قاعدة اللي هو اسم الفعل الماضي والمضارع والأمر أما أسماء أفعال قياسية لها قاعدة لها وزن بنمشي عليه زي فعال بمعنى حذار بمعنى إحزر ونزال بمعنى أنزل أنزل وتراكم وقتال بمعنى أقتل ودي اسمها أسماء أفعال قياسية لا تأتي إلا أمر فقط كمان كده أنا عاوز دلوقتي نركز مع بعض دلوقتي كويس جدا فيه اللي هقولكو عليه وص كده للجدول ده هتلاقي عندك هنا أسماء أفعال أصلي مرتجلة يعني يا أولاد أسماء أفعال قياسية مرتجلة يعني هي وضعت أول ما وضعت في اللغة هكذا فكر لما كنا بناخد زمان في أول سنوي ويقولك الخطيب ده قال هذه الخطبة ارتجالا يعني ارتجالا دون تجهيز مجهس الخطبة بتاعته فأنا عندي هنا أسماء أفعال ارتجالا يعني ارتجال يعني احنا سمعناها من العرب كده وضعت أول ما وضعت في اللغة هكذا فقط لا غير تمام زي هيهات بمعنى بعو ده أواه أو آهن بمعنى أتوجع وأتألم وقفن بمعنى أتطج أتطجر أغضب وي بمعنى أعجب ومعنى الكلام أنها ما لم يستعمل إلا كأسماء أفعال بس هيهات بمعنى بعد أفن صح لحد الآخر بمعنى اسمع الكلام يبقى دعش نسمعناه من العرب كده يا أولاد ما غيرناش في حاجة زي ما سمعناك ابناء أسماء أفعال مرتجلة وطبعا كل أسماء الأفعال مرتجلة خلاص كده ما عدا اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي في عندي بقى أسماء أفعال منقولة بص معي بقى كده يعني إيه اسم فعل منقول أبنائي اسم فعل منقول أي هو كان قبل ما يبقى اسم فعل كان جر ومجرور كان ظرف زمان أو مكان منقول مثل وراءك بمعنى تأخر طب يا أستاذ ما وراءك دي ممكن ناخدها ظرف عادي لأن الكلمة عندنا في اللغة العربية بنتو السياق يعني بنتو ما نقدرش نفهم معناها إلا في الجملة بس الكلمة عندنا في اللغة العربية بنتو السياق ما قدرش نفهم معناها إلا في الجملة بتاعتي بس فلما جا أقول لك كده جاء محمد وراء محمود أو جاء محمد ورائك ساعتها تبقى ظرف مش هتبقى اسم فعل لكن لما جا أقول لك ورائك الجهل تأخر هنا اسم فعل بمعنى تأخر لما جاء أقول لك هنا أمامك معنى تقدم أمامك إلى العلم أي تقدم إلى العلم دونك العلم خز العلم مكانك بمعنى أثبت فهنا أسماء أفعال كانت زمان جر ومجرور وظرف ونقلت من الجر والمجرور إلى اسم الفعل يبقى ده هنقدر نقول عنه مرتجل لأ احنا ما سمعناهش من العرب كده هنقدر نقول عنه منقول كان عند العرب ظرف ثم تحول من الظرف والجار والمجرور إلى اسم فعل طب عرفوا منين من الجملة من الكلمة معنى الكلمة في الجملة بص كده يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يبهينا عليكم أنفسكم بمعنى إيه الزموا أنفسكم الزموا أنفسكم من سورة المائدة وهنا إليك عني حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دفن أحد أبناء المرأة في الجاهلية ووجد المرأة تصرخ صراخا شديدا فقال لها يا امرأة اصبري واحتسبي اصبري واحتسبي فردت عليه باسم الفعل وألت له إيه صلى الله عليه وسلم قالت له إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي إليك عني ففي الوقت ده تنحى عني وعندما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت واعتذرت له فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى عفونا الله وإيكم يبقى أنا دلوقتي قدر تأخذ من الشريحة اللي قدامنا دي أسماء أفعال مرتجلة وأسماء أفعال منقولة أسماء أفعال مرتجلة سمعت من العرب أول ما سمعت اسم فعل وأسماء أفعال منقولة قلبت قلبت من الجار والمجرور أو الزر زي ما شفنا إلى اسم الفعل ما عدار ويدك ويدك أصلا اسم فعل مش أي اسم فعل فيه كاف أقول منقول لأ ممكن يقول ويدك وص بعد كده معي يا حبيبي عندي أسماء أفعال يا أولاد ماضي زي ما اتفقنا بعد كده هنقسم من حيث الزمن خدنا تأسيمة الأولى من حيث القياسي والسماعي خدنا تأسيمة التانية من حيث المرتجل والمنقول ناخد التأسيمة التالتة من حيث الماضي والمدارة والأمر تقصوا معايا كده اسم فعل ماضي الجدول الجميل اللي قدامنا ده عندي اسم فعل ماضي بمعنى بعودة يقول الله تعالى هيهات هيهات لما توعدون فهنا هيات اسم فعل ماضي بمعنى بعودة وشاعر آخر يقول شتانا ما بين العلم والجهل اسم فعل ماضي بمعنى افترق وسرعان ما يظهر الحق اسم فعل ماضي بمعنى صار وعا يبقى ما دلوقتي خرقت من أسماء الأفعال الماضية عندي اسم فعل ماضي هيهات شتان سرعان بص معايا بها في الشريحة التانية عندي بعد كده أبنائي أسماء الأفعال المضرح وده برضو بيقل وروده في الكلام مثلا بص معايا كده يقول الشاعر حافظ إبراهيم آه من قيدك أدمى معصمي ولم أبقيه وما أبقى علي فهنا آه بمعنى أتألم أتوجع فده اسم فعل مضارع يقول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنعر اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب أتضجر أتألم هنا أتضجر أتضايق فلا تقل لهما أفن أتضجر وأتضايق وي لمن يعيش لنفسه فقط هنا وي ممكن تبقى ويك كمان وضف إليها الكاف لمن يعيش لنفسه أتعجب وبخن وبخن فعلك مع الفقراء بخن فعلك أي أستحسن فعلك يبقى أنا دلوقتي قدر تاخد من أسماء الأفعال المضارعة آهن وقفن ووي وبخن بمعنى أستحسن نبص بعد كده أولاد نجي بقى لسيد أسماء الأفعال أم أسماء الأفعال وأساس أسماء الأفعال هو اسم الفعل الأمر هو الذي يقصر وروده في اللغة العربية وعندي كمان منه نوعين اسم فعل أمر سماعي واسم فعل أمر قياسي بص معايا كده تعالى بقى وحدة وحدة كده واتفقنا مع بعض أن هي النهاردة إحنا شغالين بطريقة الإنجليش كالكلمة والمعناها الكلمة ومعناها وزمانها خلاص صح عما يشينك لو جيت بصت هنا لكلمة صح عما يشينك هناخد يا أولاد صح بمعنى أسكد يشينك يعني يعيبك صح عما يشينك يعني يعيبك إيه أيها الشاعر المبدع زدني 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 أيها الشاعر المبدع اللهم اغفر لنا آمين فهنا العلامة على آمين اسم فعل أمر بنعنى استجب لما ربنا سبحانه وتعالى أقولك إيه في الأزام كما أبلغه للرسول صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الفلاح حي هنا اللي احنا بنسمعها كل يوم اسم فعل أمر بمعنى أقبل على الصلاة هيا بنا إلى الصلاة هيا بمعنى تعالى وأسرع وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هنا برضو اسم فعل أمر بمعنى أسرع وأقبل والقائلين لإخوانهم هلما هلما إليكم إلينا هلما هنا اسم فعل أمر بمعنى تعالى هلما طب هو كده يا أستاذ أسماء لفعل خلصت الأمر لا خدنا صح وسكت إنجليزي بقى إيه زيتني آمين استجب هيا أقبل هيا أسرع هيت أسرع وأقبل وهلما تعالى كده خلصنا أسمع أي فعل الأمر لا طبعا بص معي في الجدول كده ما بمعنى كف عن الكذب ما بمعنى كف أمر ويدك يا صديقي بمعنى تمهل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي ها أموا هنا بمعنى خذوا خذوا أقرأوا كتابية دونك كتاب الله فاقرأه دونك هنا بمعنى خذ زي ما اتفقنا طب هنا يا أولاد دونك اسم فعل مرتجل ولا اسم فعل منقول شطرين دونك هنا اسم فعل منقول عن الظر لديك القلمة بمعنى خذ مكانك مكانك أيها اللص بمعنى أثبت أمامك أيها الجندي بمعنى تقدم يبهون أسماء أفعال أمز تين ما ما بمعنى كف عن الكلام رويدك بمعنى تمهل ها أم قرأوا كتابي دونك بمعنى خذ لديك بمعنى خذ مكانك بمعنى أثبت أمامك بمعنى تقدم ده بالنسبة لي اسماء الأفعال الأمر نبص بعد كده للجدول التاني عندي برضو اسم فعل أمر إليك عن الرزائل بمعنى تباعد وأبعد إليك العلم خذ العلم عليك بالرفق إلزم إلزم الرفق رويدك بمعنى تمهل وقلنا كله اسم اللي فيه كيف اسم فعل منقول ما عدى رويدك بمعنى تمهل نبص مع بعضك يا أولاد هنا بقى اسم الفعل القياسي اتفقنا مع بعض إن فيه اسم فعل أمر سماعي وماضي ومضارع أما اسم الفعل القياسي الوحيد اسم الفعل الأمر بس بمعنى فعال وزنه فعال مش فعال لا فعال حذاري بمعنى أحذر نذال نذال إلى ميدان المعركة بمعنى أنزل نبص مع بعض كده للجدول الجميل ده ركز كده في عمل أسماء الأفعال ركز معي كده تعمل عمل فعلها الذي تدل عليه فإذا كان فعلها لازما رفعت فاعل بس طب لو كان فعلها لو كان فعلها متعدي يبقى أكيد هترفع فاعل وتنصب مفعول بي زمان شوف دلوقت لما جاولك كده هيهات الأمر وهيهات بمعنى إيه يا أولاد بعد طب لما جاولك بعد الأمر ترجم ويعرب إيه اللي بعد الأمر يا أستاذ ده لازم يبقى أكيد بعد الأمر يبقى الأمر فاعل خلصت كده يا أستاذ طب لما جاولك مثلا دونك الكتاب خذ الكتاب دونك هنا هترجمها تبقى خذ الكتاب طالما خذ الكتاب تبقى يا أولاد يبقى متعدي والفاعل ضمير مستدر تقديره خذ أنت والكتاب مفعول به يبقى اللعبة كلها في عمل الاسم الفعل إننا حولوا للفعل بتاعه لمعناه وبعد ما حولوا المعناه أعرف دونك العلم خذ العلم يبقى العلم مفعول والفاعل مستدر يبقى إذن العلم يتعريب مفعول به يبقى اللعبة كلها إننا حولوا للفعل بتاعه صعب إن شاء الله يبقى ساحل ده بالنسبة لعملها أما بالنسبة يا أولاد لي أسماء الأفعال نفسها أعربها هي أولا هي ملهاش أعرب هي تبنى تبنى على حركة البناء المسموعة في الحرف الأخير يعني صح أو ما أخرهم سكو يبقى اسم فعل أمر بمعنى كف أو سكت المهم من اسم فعل أمر مبني على السكو طب أفن أخرها كسر اسم فعل مضارع مبني على الكسر الفاعل مستدر تقديره أنا أتضجر أنا عفان الله يبقى اتفقنا في المربع الجميل التاني ده يا حلوين إن اسم الفعل نفسه إعرابه مفيش إعراب يبنى على الحرف الأخير شوف الحرف الأخير نطقه إيه وقول مبني عليه هلو أول نطقه إيه مبني عليه طيب أما فاعل اسم الفعل فاعل اسم الفعل يا أولاد ركز معايا بقى هنا قوي ممكن يبقى فاعل ظاهر ممكن يبقى مستتر بص معايا كده مثال لما أجا أقول لك مثلا هيهات تحقيق الأمال بغير الأعمال تحقيق هنا فاعل ظاهر ترجم معايا هيهات تحقيق بعد تحقيق إيه بعد تحقيق يبقى تحقيق هنا فاعل مرفوع بالضم طب لما أجا أقول لك عمر وحسن في الدهاء شتان شتان يعني ايه افترق تب مين اللي افترق هما الاتنين يبقى الفاعل هنا يا أولاد ضمير مستتر تقديره هما يبقى عندي فاعل اسم الفاعل ممكن يبقى ظاهر زي تحقيق شهيهات تحقيق وممكن يبقى مستتر زي شتان أو سرعان على حسب الفاعل موجود ولا مستتر لو جيت قلت لك العلم صرع إيه صرع العلم يبقى العلم هنا الفاعل ضمير مستتر بعد صرع العلم اللي في الأول دي مبتدأ تقص معي بقى كده الشريحة اللي قدامنا دي قدرنا نفرق ما بين إعراب اسم الفعل نفسه يبنى على حركة الحرف الأخير و اسم الفعل عمله يرفع فاعلا إذا كان لازما اكتف فاعله بس وإذا كان متعدي يرفع فاعلا وينصب مفعول به طب أعرف لازم ولا متعدي ازاي بعرف لازم أو متعدي إذا حولت لزمنه أترجمه بالمعنى الأصح شتان افتركة آه يبقى هنا افتركة العلم يبقى هنا ايه فاعل بس يبقى لازم دونك الكتاب آه خذ الكتاب يبقى الكتاب مفعول به خذ الكتاب يبقى ده متعدي يبقى أنا بحوله المعنى أعرف ده وفي المربع الثالث الأخير اتفقنا مع بعض إن الفاعل بتاع اسم الفاعل ممكن يبقى ظاهر وممكن يبقى مستتر زي ما اتفقنا مع بعض كده الحمد لله وصلت معانا المعلومة كويس جدا بص معايا بقى كده كمان سمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم انتبه آه خلاص كده قلنا عندي فاعل اسم الفاعل ممكن يكون ضمير مستتر المتكلم أو المخاطب ازاي بص كده وي لمن يجذب وي بمعنى اين اعجب مين اللي بيعجب انا يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره انا طب لما اجا اقول لك عليك بيدينك اي يلزم انت دينك يبقى هنا ضمير المستتر تقديره انت يبقى الضمير المستتر كمان في منه متكلم وفي منه ايه مخاطب شاطرين كويس جدا نبص النقطة اللي بعد كده وممكن يجي بعد اسم الفعل زي ما اتفقنا فاعل ومفعول زي حذار الكسل فين هنا اولاد الفاعل الفاعل ضمير المستتر تقديره انت احذر انت احذر ايه الكسل الكسل مفعول به منصوب بالفتحة تمام كده تمام بص بقى معلومة ليك كده قبل ما نخش على الاسئلة الجميلة بتاعتنا هو الاقوى اسم الفعل ولا الاقوى الفعل نفسه لا الاقوى عندي في اللغة العربية هو اسم الفعل لما اجا اقول لك بعد الامر يبقى بعد شوية صغيرين خلاص اما هيهات يعني بعد بعد شديد 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 إلى جانب يؤدي معنى الفعل في ايجاز اللفظ لأنه يلتزم صورة واحدة فقط صه يا شباب يعني اسكتوا خلاص طب لما اجا اقولك هنا اسكت يا غلام ولا اسكتوا يا شباب طبعا هنا صه بإيجاز بتاخد شكل واحد مع المفرد والمسنة والجمع ودي معلومة جميلة قوي يا ولد بتتغير لما اجا اكلم ولد واحد اقول صه طب اكلم اتنين برضو صه اكلم خمستاشر اقول صه اكلم ألف اقول لهم صه يبقى ايجاز ولا مش ايجاز لكن اسكت اسكت اسكتي اسكتوا يبقى صه هنا قدمت لي ايجاز جميل بعد كده قص معي حبيبي كده السؤال ده جميل قوي وبنفرق هنا ما بين اسم الفعل وما بين المنقول اسم الفعل المنقول وقبل ما ينقل لما كان جر ومجروب لما اجا اقول في المثال الاول عليكم طلاب العلم انفسكم هنا ابنائي هل هنا ده اسم فعل ولا جر ومجرور يعني هو دلوقتي منقول باسم فعل ولا ما اتنقلش اصلا وهو جر ومجرور الفيصل في القصة بتاعتنا دي اننا حولوا الزمن لمعناه هو عليكم بمعنى ايه الزم تب تعالي اقراها كده عليكم طلاب العلم انفسكم اي الزم انفسكم اللي في النص ده اختصاص بليش دعوة بي يبا هنا عليكم انفسكم الزموا انفسكم تب ما هو المثال التاني برضو اختصاص يا استاذ عليكم طلاب العلم اخص طلاب العلم وفوق طلاب العلم اخص طلاب العلم ففي المثالين مفعول بيه لفعل محزو تب انا ما يهمني ش اللي اختصاص اللي في النص انا يهمني العمل بتاع عليكم وهو ده اللي أنا بركز عليهم ركزوا معي عليكم أنفسكم أي يلزموا أنفسكم يبقى هنا يا أستاذ اسم فعل منقول وأنفسكم هنعريبها إيه يا أولاد يلا أنا وضقت زيادة عن اللزوم هنعريبها مبتدأ لأنت خلاص يا أستاذ قلتلي هنا هنلزموا أنفسكم يبقى هنا أنفسكم هنعريبها إيه يا أولاد أكيد مفعولهم به لأن هتلزم أنت نفسك عليكم طلاب العلم مسئولية هنا إلزموا طلاب العلم مسئولية الكلام مش مفيد إلزموا مسئولية دي ولكن مسئولية عليكم طلاب العلم آه كده الكلام واضح يبقى لما لما لاقي الجملة بدأ بالجر والمجرور عليكم أسأل نفسي ده اسم فعل ولا ده خبر مقدم شبه جملة فأنت لو جيت ركست هنا هتلاقي أني أصلها مسئولية عليكم يعني عليكم هنا شبه جملة خبر مقدم دي بقى مسئولية إيه يا أولاد مبتدأ مؤخر لما أجأ أقول لك كده في المدرسة طلاب هنعرف في المدرسة إيه شبه جملة خبر وطلاب هتتعريب مبتدأ مؤخر تمام كده واتحط تمام نبص بعد كده للمثال التاني حبيبي عندي في المثال التاني لو جيت سألتك هناك أنا سؤال لمين اسم الفعل الذي يقصر روده أثناء الجمل واللغة العربية أكيد اسم الفعل اتفقنا مع بعض على اسم الفعل يا أولاد ماضي بس أمر بس ماضي ومضارع مضارع فقط ولا تلات أربع جداول خدناهم في اسم الفعل الأمر لأن احنا ده احنا خدنا اسم فعل أمر قياسي وخدنا اسم فعل أمر سماعي وخدنا كل أسماء الأفعال اسم الفعل الماضي تلات أربع كلمات تلات كلمات هيهات شتان سرعان اسم الفعل المضارع يدوب خمس سبع كلمات وليلين جدا أما التلات أربع جداول اللي خدناهم مع بعض اسم الفعل الأمر يبص مع بعض كده تاني بسم الله الرحمن الرحيم حذار حذار من جشع فإني رأيت الناس أكشعهم اللي قام بص معايا كده مع بعض كده حذار اسم فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر تب سماعي ولا قياسي أكيد شطرين اسم فعل أمر قياسي يبقى أكيد بمعنى بمعنى زمنه بمعنى معناه بمعنى أحذر وقتال بمعنى أقتل ونزال بمعنى أنزل وبياخد نفس سيقة الفعل وبص مع بعض كده كمان طبعا المثال ده كلنا خدناه مع بعض وإحنا بنشرح عليكم أنفسكم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لو جينا نبص مع بعض حبيبي أكيد هنا أنفسكم هنعريبها مبتدى مؤخر مرفوع ما احنا اتفقنا مع بعض هنحولها لإسم الفعل المنقول ونشوفها تنفع ولا لا عليكم أنفسكم بمعنى لزموا أنفسكم صح؟ يبقى هنا إسم فعل أمر منقول مش مرتجل وفي نفس الوقت هي مش جر ومجرور لا ده اتنقلت من الجر والمجرور ورحت لفين يا أولاد لإسم الفعل فهن لزموا أنفسكم اسم فعل أمر بمعنى لزموا يبقى هناخد مع بعض أنفسكم مفعول بي منصوب بالفتر الظاهرة كمين وبص مع بعض حبيبي دونك الكتاب الذي حوى طائفة من طرائف السابقين هو هنا منقول ولا مرتجل ركز بقى لو جينا نبص مع بعض كده حبيبي دونك الكتاب هل ده مبتدأ؟ يعني ده جر ومجرور والكتاب مبتدأ مؤخر؟ ولا هو خبر؟ ولا هو فاعل؟ ولا هو مفعول؟ هنرجع للأصل وإسم الفعل هنا اسم فعل ولا جر ومجرور ظهر في قصدي يا ده دونك ده ظرف هنا ولا تنقل لإسم الفعل؟ أكيد أكيد نقل إلى اسم الفعل فهنا اسم فعل بمعنى خذ الكتاب وطالما ترجمته بالإنجلش للغة العربية بسم الفعل لمعنى ألزم الكتاب أو خذ الكتاب يبقى الكتاب عندي مفعول به منصوب بالفتحة تمام؟ حبيبي؟ واضحة؟ تمام الحمد لله نبص بعد كده المثال اللي بعد كده قال الشاعر تمشي القطوف إذا غنى الحدات لها مشي النجيبة النقل القوية الكريمة بله الجلة النجبة بله مش احنا اتفقنا أن بله دي اسم فعل ماله سماعي بمعنى إيه؟ أطرق فاكر في المسلسل زمان ولا في المصر حيقول لك بلها سوسو خذ مش عارف نادية ما هو بلاها دي أصلا يا أولاد في اللغة العربية متاخدة من بله بله بمعنى أطرق فبلاها وصلت للعامية كنا بنقول بلاها الفلان الفلان بلاها الألم ده يعني أطرق الألم أصلا يعني كلمة بلاها دي متاخدة من اللغة العربية فبلاها هنا بمعنى بله بمعنى أطرق فلما أجا أقول بله الجلة اترك هذه الناقة يبقى هنا بمعنى ايه اترك يبقى هنا مفعول به والجلة مفعول به وهنا بل اسم فعل امر بمعنى اترك بعد كده نرجع بقى شوية لشوية امثلة جميلة كده عن التعجب والحاجات الحلوة كده نقول ما اجمل مصر ومصر اجمل البلادي لو جينا هنا يا ولاد نعرب اجمل في الاتنين هل هنا اجمل ما اجمل مش ده تعجب وطالما تعجب هنعربه ايه يا ولاد انتزين فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستدرط يراه هو ومصر هنا مفعول به اما ما مصر اجمل اكيد ده ايه يا ولاد اسلوب تعجب اسلوب تفضيل حضرة اسلوب تفضيل فمصر مبتدأ وطالما اسلوب تفضيل يبقى اجمل اسم تفضيل وليست فعل يبقى ما افعل يبقى ده فعل اما مصر اجمل يبقى ده اسم تفضيل نبص مع بعض كده وطالما اسم تفضيل يديني مبتدأ وخبر مصر مبتدأ واجمل خبر مرفوع بالضم يبقى هنا اجمل فعل ماضي مبني على الفتح عزرا المثال هنا هناخدو الاجابة عندنا هنا ما اجمل مصر ده فعل ماضي ومصر اجمل يبقى خبر عزرا الاجابة دي اجمل فعل ماضي مبني على الفتح واجمل التانية خبر يبقى الاجابة المفروض اللي تحتها فعل ماض وخبر بعد ما اجمل الاسلام دينا واجمل بالاسلام دينا لو جينا نبص مع بعض هنا ما اجمل الاسلام دينا هنعلم بالاسلام ايه يا ولاد الاجابة عندنا ايه اكيد مفعول به مش ده اسلوب تفضيل اسلوب تعجب يبقى الاسلام مفعول به منصوب بالفتح اما اجمل بالاسلام برضو اسلوب تعجب ده اسلوب تعجب وده اسلوب تعجب يبقى ما اجمل الاسلام الاسلام مفعول به وهنا اسلوب تعجب واجمل فعل ماضي مبنى على الفتح أما أجمل بالإسلام دينا هي أجمل على وزنه يا أولاد أفعل خلاص؟ أفعل وأي نكر بتميز الفعل يبقى تمييز يعني دينا أصلا في المثالين دول في المثال الأول ما أجمل الإسلام دينا يبقى هنا تمييز ليه دينا وأجمل بالإسلام دينا برضو تمييز أما لو خدنا الإسلام الأولى ما أجمل الإسلام مفعول به منصوب بالفتحة وأجمل بالإسلام فكريم بالإسلام هنا بنعريبها إيه اسم مجرور لفظا فاعل مرفوع محله ودينا تمييز تمام كده يا أولاد يبقى مفعول به وتمييز نسأل لي بعد كده أنت مصري صاحب حضارة عظيمة وأنت المصري صاحب حضارة عظيمة ده هنا بنقيز بقى أسلوب الاختصاص معاك حضارة خبر والكلام هيقلب عام يبقى المصري التانية هو ده الاختصاص وبنعريبه مفعول به لفعل محزوف فقديره خص يبقى الأولى خبر والتانية مفعول به الأولى جملة اسمية عادية مش اختصاص أما التانية اختصاص لأن توافرت بها جميع أركان الاختصاص الضمير المتكلم والاسم المختص المحلب ولما شيله الكلام يبقى عام أما في المثال الأول الاسم المختص عندي مش معرفة مش محلب ولا مضاف لمعرفة هذا أبنائي وبناتي قدرنا نصل إلى نهاية الحلقة الجميلة بتاعتنا عن أسماء الأفعال وعن تدريبات جميلة عن الاختصاص وعن التعجب وطبعا نشكر إدارة التعليم الإلكتروني ووزارة التربية والتعليم كان معكم أستاذ أحمد إبراهيم خبير اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم وشكرا والسلام عليكم ورحمت الله وبركاته